المدني بالمدني والمنزل بالمنزل والبادئ أظلم هكذا افتتحت المقاومة الإسلامية عملياتها اليوم وإلى هذه المنازل التي تظهر بالصورة هذه هي مستوطنة الامطل بهذه المنازل كان يختبئ جنود الاحتلال وقد تم استهدافهم بصاروخ موجه ردا على ضرب المنازل المدنية في القرى اللبنانية عدسة الميادين رصدت الشوارع في قلب مستوطنة الامطل تلاحظون سيارة المدنية المركونة والتي يستخدمها جنود الاحتلال في بعض الأحيان ولكنهم بعد الاستهداف في الصباح الباكر لم يتحركوا وتركوها في مكانها كذلك نرى هذه الأليات بداخل مستوطنة الامطل مهجورة لا يجرؤ جنود الاحتلال على استخدامها لا سيما بعد استهدافهم في قلب المنازل هو اليوم الأعنف في الجبهة اللبنانية منذ بداية الحرب 22 عملية عسكرية قامت بها المقاومة الإسلامية على طول خط الجبهة اللبنانية مع فلسطين المحتلة موقع الضهيرة بركة ريشي جل العلام مستعمرة سعسعة الراهب قاعدة عينزي تيم التي تبعد أكثر من عشر كيلومترات عن الحدود موقع خربة ماعر ومرابده المنارة الراهب عرج راميم المرج رويسات العلم راميا جل العلام أيضا في مستوطنة المنارة مرة أخرى يهدم منزل فوق رؤوس الجنود ويقتل أربعة جنود بالإضافة إلى استهداف بركة ريشا الراهب زرعيت بصاروخ بركان حد بالبستان وبركة ريشا مرة أخرى تلت الخزان في ثكنت يفتاح أي قرية قدس اللبنانية كل هذه المواقع استهدف فيها تموضعات الجنود وتجمعاتهم أعداد القتلى والجرحة تفوق أي يوم آخر يأتي ذلك بعد تصعيد إسرائيلي ويأتي أيضا قبل موعد دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ هو يوم آخر من التصعيد بالنار على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة أكثر من عشرة مواقع إسرائيلية تم استهدافها هنا في القطاع الشرقي نقف أمام موقع الامطل الذي تظهره الكاميرا وهو يحترق بعد استهدافه علي مرتضى جنوب لبنان الميادين ترجمة نانسي قنقر